وسط تقارير وكالة أنباء المركزية الكورية يوم الأربيعاء قالت وزارة خارجية كورية ديمقراطية في يابان إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد دخل مرحلة خطرة للغاية وإذا زلت الولايات المتحدة متمسكة بتدابيرها المجنونة ستخطط كورية ديمقراطية لتدمير جميع القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادية قال البيان إن الولايات المتحدة نشرت مؤخراً للمرة الأولى عدداً كبيراً من القاذفات الإستراتيجية في قاعدة أندرسون الجوية في جوام كما أرسلت في وقت سابق حاملات الطائرات النووية والغواصات النووية إلى شبه جزيرة الكورية ومحيطها وقررت نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في كوريا جنوبية وتشير كل تلك الإجراءات إلى أن ضربة نووية وقائية ضد كوريا الديمقراطية قد وصلت مرحلة التنفيذ وقال البيان أيضاً إن العمل العسكري الأمريكي لا يهدف فقط إلى ضربة نووية وقائية ضد كوريا الديمقراطية بل أيضاً إلى الاحتفاظ بالحد الأقصى بالنسبة لروسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومواصلة العفاظ على التفوق العسكري في المنطقة وأضاف البيان أن كوريا الديمقراطية لن تقف مكتوفة اليدين في ظل تزايد التهديدات من الولايات المتحدة وستعتمد على قوة كبيرة للعفاظ على السيادة والأمن الوطنيين وأشار البيان إلى أنه إذا مست الولايات المتحدة الحالة والموقف الاستراتيجي لكوريا الديمقراطية فسيتم تدمير جميع القواعد العسكرية للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل شامل